السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي ومتابعين الكرام يارب تكونوا سعداء وبخير يارب النهاردة أنا جبت لكم فيديو فضائل سورة ياسين ولماذا سميت بهذا الاسم لقد أنزل الله الكرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هدى للناس ويرشدهم إلى تدبير أمورهم وتعاليمهم بما ينفعهم للعمل بالقرآن باتباع أوامره والناهي وعم ما نهى عنه لماذا سميت سورة بهذا الاسم جاء في تفسير العلماء عن سبب تسمية سورة ياسين بأن ياسين داء معناه يا إنسان وتصغير إنسان أنيسين ويحمل أن الخطاب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لوجود آية إنك من المرسلين وأيضا من أسماء سورة ياسين المدافعة المعمة والقاضية المدافعة هي التي تدفع عن صاحبها كل أمر سيء بقدرة الله والمعمة التي تعم بخير الدنيا والآخرة والقاضية بفضل الله وقدرته تقضي الحاجات ودي حقيقة أو مجربة ماذا تناولت سورة ياسين؟ هي سورة مكية تناولت موضع أساسية منها قصة أهل القرية والإيمان بالبعث والأدلة والبراهين على وحدنية الله سبحانه وتعالى فقصة أهل القرية وهي قرية انتقيا حيث أنهم كذبوا الرسل وحذر من عواقب التجذيب بالرسالة والوحي وموقف الداعية المؤمنة الذي قام بالنصيحة إلى قومه لكنهم سخروا منه وقتلوا فأدخله الله الجنة من آية عشرين إلى الآية سبع وعشرين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بدر لتغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم وتحدثت السورة عن قدرة الله سبحانه وتعالى بداية من الأرض القاحلة الجرداء التي تدب فيها الحياة ومشهد الليل والنهار والشمس والقمر وكل يدور في فلك لا يتخطى الآخر والفلك المشحون الذي يحمل ذرية البشر بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم من الآية 41 للآية 44 كما تحدثت عن القيامة والبعث والنشور ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم وعن أهل الجنة والنار إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون صدق الله العظيم والفرق بين المؤمن والمجرم والبعث والجزاء والأدلة والبراهين عن ذلك وهدف السورة المكية هو بناء أسس العقيدة حيث تتعرض للوحي وصدق الرسالة ما هي فضائل سورة ياسين وما هي الفوائد التي تعود على المسلم عند قراءة سورة ياسين بيقين عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله وفر له صحيح ابن حيان حسن لغيره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات من كتاب شعب الإيمان حديث ضعيف عن معقل بن ياسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين اقرؤوها عند موتاكم وفي رواية اقرؤوها على موتاكم وقال الحليم رضي الله عنه يعني على المحتضرين وعن معقل بن ياسار المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه فقرؤوها عند موتاكم من كتاب شعب الإيمان وعن حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين فكأنما قرأ الكرآن عشر مرات من كتاب شعب الإيمان صحيح مرسل وعن أبي هريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين كل ليلة غفر له من كتاب شعب الإيمان حسن لغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين ابتغاء وجه الله أفر له من كتاب الشعب الإيمان حسن لغيره وعن أبي عثمان أن أبا هريرة قال من قرأ ياسين مرة فكأنما قرأ القرآن عشر مرات وقال أبو سعيد من قرأ ياسين مرة فكأنما قرأ القرآن مرتين قال أبا هريرة حدثت أنت عما سمعت وأحدث أنا بما سمعت شعب الإيمان حديث ضعيف قال بعض العلماء من قصائص هذه الصورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله تعالى أعلم تفسير ابن كثير ما حكم قراءة سورة ياسين على الأموات ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحسان قراءة سورة ياسين عند المحتضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم كما ذهبوا إلى استحسان قراءة القرآن على القبر لما روي عن أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من دفن فيها حسنات ولما صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده لفاتحة البقرة وخاتمتها حكم قراءة سورة ياسين بعد كل صلاة من السنة بعد الصلوات أن نقرأ الأذكار وقراءة القرآن في كل وقت وأفضل ذلك في الفجر لقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم سورة الإسراء من الآية 78 وأن نكثر من قراءة سورة ياسين أثر طيب قبل أي عمل وفي أي وقت بشروط ألا نهجر باقي سور القرآن فهي روي عنها أنها قلب القرآن وأنها تقرأ على الموتى ويغفر لمن قرأها في ليلة ابتغاء وجه الله وبكده أعزائهم تابعين الكرام أكون وصلت لآخر فيديو اليوم عن لماذا سميت سورة ياسين بهذا الاسم وما فضاء القراءة سورة ياسين وبعد أحاديث منهم الضعيف ومنهم الصحيح ومنهم الحديث اللين عن فضاء القراءة سورة ياسين وأتمنى أكون وضحت بعض التفاصيل وأوضحت بعض الفضاء للإخوات أو الإخوان اللي في عندهم بعض معلومات ما يعرفوهاش عن فضاء القراءة سور القرآن وأتمنى يا رب يكون أعجبكم الفيديو وأترككم في رعاية الله وحفظه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوني من دعوة حلوة بظهر الغيب ترجمة نانسي قنقر